دورة جديدة من المقنن العلفية تم تسليمها لمربي الأبقار والأغنام من قبل المديرية العامة للأعلاف بمحافظة حماه الدورة العلفية هذه تشهد زيادة في المخصصات لكل رأس لكنها في الوقت ذاته ترتفع أسعارها على المربيين عما كانت عليه في الدورات السابقة نحن عندياً مقنن الأغنام تم رفع المقنن من 6 كيلو إلى 10 كيلو خالي وللأبقار عنا 100 كيلو جاهز حلو بالإضافة إلى 50 كيلو أنخالي هلأ جيناً نحن بشكل دوري في عنا معايرات للقبان وعم نصير عنا أحياناً شوية مشاكل بسوء ارتفاع درجة حرارة حالية عم نضطر نوقف الأبقار لفترات محدودة نحن بيجي المربي على الهويته في عنا حيازة في أحصائية له بيشوف لها رئيس المركز فنقوم بقطع إيصال لمنظم الفاتورة منظم الفاتورة بيقوم بتنظيم فاتورة ثم إلى الصندوق بعدين للمستودع ويوجد مواد على فئة كافية بالمركز عشرة مراكز لتوزيع الأعلاف منتشرة على كامل أرجاء المحافظة وذلك بحسب المناطق التي تتركز فيها تربية الثروة الحيوانية لكن المربين يعانون من قلة الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الأعلاف التي تكاد تساوي أسعارها في السوق السوداء مطالبين بزيادة الاهتمام ودعمهم لزيادة أعداد الثروة الحيوانية ورفضها للسوق المحلية أريد توزيع بتم شار الإداشة بتم إحصى بكل إرشادية بتطلع الإرشادية بتأحصى عند الأهالي والمربي وعلى أساس هذا بيوزع العلاف بس نشكي نحن أنه العلاف غالي والله الاستلام بنجي بنقطعها الواصل بنستلم ناخد هالعالفات لها النعجات المعاملة يعني تمام ماشي لحد أجينا دعم ما في من جهة المربي كانت بسبعمية وسبط عشر بعدين صارت بثمانمية أرفت عليه كيف قال العشرين مع تكلفته وأجار سيارة هلأ غصرت بألف وخمسين ما يصير علاك هذا حال تربية الثروة الحيوانية كحال باقي القطاعات الأخرى في المحافظة التي تعاني من صعوبات عدة نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لكنها تحتاج إلى دعم أكثر من ما هي عليه لتكون الدعم الأساسي للاقتصاد الوطني حسب ما يقول المربون